موسيقى مندلع المعمول بشوية ورد حلوين سهل جداً يا جماعة فوق ما تتخيلوا تعالوا نحضروا مع بعض عندي 200 جرام زبدة مرهمية شايفين ايه مرهمية يعني بدرجة حرارة الغرفة زي الجبنة الكريمي هحط 200 جرام زبدة ودول الصباح الزبدة عادة بسوق بيبقى 200 جرام على بعضه والزبدة كلها بيبقى مكتوب عليها في اغلب الاوقات بالورقة من وراء خلوا بالكم انتم تفتحوها هتلاقوا مكتوب متقسمة 25 25 وتقدروا تعرفوا الوزن من غير ما توزنوها هنحط لهم ربع كباية سكر بودرة اسهل معمول اللي كنت تعملوه هو ما بين الغريبة والمعمول دي الجبنة الكريمي الشهيرة للمكعبات هنحط 6 مكعبات وحنهرس كل الكلام ده كده مش محتاجين حتى عجان لانه كله بدرجة حرارة الغرفة بطريهم كويس طلعهم اهو انا مستخدمة بس مضرب سلك من الجمدين اللي هو حديد شوية ماسك نفسه ما بتنيش بسرعة بسهل لي العملية دي بضربهم وبعدين بحطكم ببيتين دقيقة فيه اسهل من كده بخلي كمان ده جنبي فيه دقيقة علشان لو طلع الطريقة حواليكم امتى بس نعرف انها جاهزة نزود كده دقيقة على الخفيف وفيه طبق جنبي فيه دقيقة علشان لما نيجي نحطها بالقالب هي النهاردة سمتها معمول من شكلها اكتر من طعمها هو طعمها غريبة دايبة كده بالذات الجبنة الكريمي بتديها تكستشر حلوة قوي كده ريتش نس حلو اذا حطينا 200 جرامز بتحفظوها بسرعة ربع كباية سكر حطينا عليهم ستة من مكعبات الجبنة الكريمي وحطينا عليهم كبايتين من الدقيق وبس بصوا حتلاقوها كمان على صفحتنا على الفيسبوك بحب افكركم انه بقى عندنا صفحة على الفيسبوك تلاقوا كل الوصفات اهي بتلم شايفين بنعجنهاش كتير ومنعجنهاش بالعجان عشان كتر العجن مش هتخليها تفرفت قلنا دايما العجن بفعل ايه يا كنترول جلو لجلوتن لجلوتن هي المادة اللي بتخلي الحاجة تشد احنا عايزينها تفرفت مش عايزينها تشد فكل اللي بنعمله مجرد انها اهي محتاجتش مننا اي ضفاط للمقادير مزبوطة بالملي هنعرف ازاي مزبوطة بالملي هناخد كرة ونشكلها بادينا كده على شكل كرة and ترع انا هنا هاقلع خلاص لجلوفز عشان اعرف تحكم واحس بالحاجة اللي انا بشكلها عندي صينية فرن جنبي وعندي الاوالب دي اوالب المعمول عارف انا احنا ممكن نشكل من غير اوالب ممكن بالملقات بتاع الكحك ممكن نشكلها ع شكل كرة عادي جدا بس انا اخترت الشكل الحلو ده كل اللي هعمله اني هعمل كده ااخد الكرة دي بالدقيق شوية شايفين غطستها كده بالدقيق وبفتحها كده شايفين سهلة ازاي بالتشكيل الحشوة اللي تحبوها النهاردة هاخد ده مربى البلح اللي حضرناه خلوني اخد المقص بس حطيته بكيس خلواني وعلى فكرة المربى اللي عملنا في الحلقة اهو لسه سخن اصلا ومحطوط فاق البترموندا هاخد هنا وقص ويلا بينا نحشي النهاردة عملنا حشوة البلح ممكن تحطوه مربى فراولة ممكن تحطوه مربى المانجا ممكن تحطوه اي مربى انتو عايزينه انا زودت بس شوية الحشوة مش عايزاها تطلع كتيرة فتطلع من القطع هقلل شوية عشان عارف اقفلها كويس اهو نقفلها واحنا حطنا لها شوية دقيق فمنحطها هنا ومنضغط عليها هتونعمل واحدة تانية منشكلها اه اللحمة اللي بالفرن بيسألوني الكنترول قدامها قد ايه سبوها ساعة ممكن في المرحلة دي بعد ما ديناها غلوة قوية نوطي الحرارة احنا ممكن نبص عليها سريعا بصوا بتغل ازاي شايفينها بتتشكشك ازاي لسه لونها مغمقش والسوس بتديت تتقل شوية من الدقيق احنا هنغطيها ونوطي النار شوية مثلا على مية وسبعين ونسيبها تاخد ساعة تاخد قد ما تاخد لحد ما اللحمة دوب نرجع هنا تاني منشكل القطعة دي حاولوا ما ترفعوش يعني انا ساعة لما برفعها غصبا عني باخد قطعة كده بحطاها هنا عشان لما نيجي رحطاها في القلب الحشوة ما تطلعش من العجينة حط شوية من الحشوة نقفل عليها بتفكرني بنوع من الحلويات كنت باكلوا في الدول الاسيوية كانوا بحطوا فيه مربة مانجو مربة مش مش اي مربة انتو بتحضروه ممكن تحطوا هنا تعالوا نشوف شكلها بطلع عامل ازاي نضغط عليها كده في القلب عشان تاخد الشكل كويس هدون شين دول ما عندي صنية الفرن هر وي رادي يلا اند ترارارا بص شكلها من احلى الحاجات اللي ممكن ولادكم يشاركوكم فعميل الكحك والبسكوت هي الحاجات دي الولاد بتحبها جدا 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 وانا كان دولنا واحنا صغيرين انه ناخد يعني ماما كانت تشكل بالزات في العيد طبعا يشكلوا الكبار الحشوات يعملوا الحشوة طبعا تاخد وقت بتتخمر من بالليل وبتتبس لانه المعمول فيه سميد مش بس دقيق ده دقيق دخل عليه مؤخرا فبيشكلوا الكور ده عين الجمل ده العجوة واحنا الصغيرين ايام ما كنا صغيرين احلى الزكريات كنا ناخد كل واحد يمسك ستيشن كل شكل يعني مثلا ده كان العين الجمل دول اشكال ده المعمول اللي هو معمول بالعجوة والطويل شوية كان للفزدق ده الشامي فكل واحد فينا ياخد صنف ويقعد ياخد الكور الكور مقفولة قرية جاهزة عشان اطلع مقسها واحد ودورنا كان يتلخص بس انه ناخد الكورة نحطها كده ونعمل كده اذا دول هيدخلوا على الفرن مع حرارة من فوق ومن تحت بس خلينا نقولكم حاجة هيتحمر اللي على الاطراف بفرني انا اسرع فرنك انتي اللي قدام دايما نصنيا نلفها ونتأكد انه كله بياخد الحرارة صح وبعدين اللي استويت نشلها نشلها بحرص بسباتيولا عشان هي الدايبة اوكي فحدخلها الفرن هنا اهو نرسهم كده انتوا هتعملوا الكمية كلها وعيننا عليهم انا النهاردة قبل الحلقة اه وانا بحضرهم مرضتش اروح اجهز وخلص اه ابقى اني جاهز اطلع لكم على الهوى بعد ما حضرت المطبخ الا لما اشرفت على دول بعيني لانه واحدة تحمرت لفتها من ناحية دي عيني عليهم الخبز بزد في الافران دي وقت العيد بتلاقيه دايما بيقلب الصينية وبتطلع معانا تعالوا نفتح واحدة كمان بالشكل الحلو ده بكل سهولة اخدت وقت قد ايه عشرة لخمستاشر دقيقة يعني بعد عشر دقايق بنبتدي نطلع اول واحدة ونلف الصينية اول نعمل كده بصوا فيه احلى وابسط من كده بيرفكت الحشوة اللي تحبوها اضافت ايه الجبنة الكيري الكريمي اضافت لنا تكستر شوية بطري مع كريمي ناس من تشيز كيك عارفين القاعدة بتاعت الشيز كيك لما ناخد اللقمة دي اللي بتطلع علينا تشيز مع البسخوت والزبدة اديتني الاحساس ده مع حشوة التمر اللي فيها شوية جوز الطيب وشوية قرنفل وفيها شوية كمان قرفة مدياني نكهات رائعة وصفتنا النهاردة كلها تجنن القاعدة فيها كانت مربى البلح البلح الاحمر انا كنت ناسي اسمه طبعا بلح زغلولي قلتلي المستوي اسمه ايه امهات اذا بلح الامهات والبلح الزغلول وعملنا النهاردة مربى البلح الطاجن مع الكسكوسي والشعرية وعملنا معمول الاربع مكونات بمربى البلح ما تنسوش تشتركوا بصفحتنا على الفيسبوك عشان تشوفوا كل الوصفات تبعتونا رأيكم تبعتونا تطبيقاتكم واتتابعونا لاخر الاسبوع لانه عندنا مفكئات كتير احنا بحبكم جدا وبعي اشتركوا في القناة